طيب دلوقتي حد نزل ياكل في الشارع تمام هو مش رايح مطعم يعني هو معدي على محل أكل جاب أكل هالإتيكات أنه هو مثلا ياكل قدام المحل ياكل وهو بيمشي طيب أنا هعمل إيه في الغلاف التغليف بتاع الساندويتش أو الحاجة اللي بكل أحطها في الشنطة ماهو ده ماينفعش يبقى كده بنسباي شنطتي أنا مش هتبقى نظيفة لما هنتكلم مثلا عن الموقف ده إيه الإتيكات بتاعه أنا بعد المشوار ده رايحة فين نقول شغل أو أين كانت شغل أو بيت أنا لازم أحافظ على لبسي ده رقم واحد ماينفعش أمشي بقعة أو أمشي بحاجة ومش المفروض أن أنا أأكل في الشارع لا ماهو هقولك حاجة أساس نديل يبقى أنا ألتزم ويبقى معي مناديل خليني أنا معيك أنا معيك أين كانت الظروف أنا ألتزم ويبقى معي مناديل وأحاول أن أنا أحافظ وأأكل بالمفروض اللي إحنا كلنا متعلمينه شفايفي مضمومة أفلى بقي بمدغ ما بتكلمش ولا بشرب معي ولا عصير غير لما ببلع اللي في بقي في الأول ولو توجه لي سؤال ببلع وابتسامة ورد أين كان بقى الغلاف أو الكافر بتاعه أنا أمسك الساندويتش بإداية الاتنين ولو ساندويتش تاني من اللي هما المدورين الكايزر شاويرما أو أين كان بمسكه بيبقى الثلاث سوابع على الساندويتش من قدام والدول من وراء مسكينه بحيث أن أنا أبقى لما ما فاشكلش مني وما يقعش محتوياته وتبهدلني طيب الكافر أو الورقة أو أو بحاول أشوف أي كيس صغير أحط فيه الحاجة جوة شنطتي لإما أمسكه في إيدي لغاية ما وصل لأقرب بسكت ورمي بس أنا لازم أتصرف بالطريقة دي والأيس كريم مش مستحب خالص حتى لو كان بسكوتا أو كوباية أن نطلع لسنة وناكله أحنا بنطلب معلقة وبناكل الأيس كريم